عن أبل الله بن عمر بن العاش رزي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائل شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه قال نعم يصب أب الرجل فيصب أباه ويصب أمه فيصب أمه حديث نجيبا قبل الله بن عمري بن العاش رزي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتوقع ما تنبيى غامب من الكبائل شتم الرجل والديه يمتوقف ما بكدبي ماما نتاتا ومتوقف ما بكدبي زنبي الدنيه قالوا يا رسول الله لبambو زوا يومب كوا الله هل يشتم الرجل والديه يا رسول الله try una عالية ترجمة نانسي قنع 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 ترجمة نانسي قنع